السلام عليكم إليك أنت خدام لحسابك ومن بعد ما تعرفتي معنا في فيديو سابق على طريقة سجيل في اليوم في هذا الفيديو غادي نشرح ليك كيفاش ممكن تخلص المساهمة ديالك باش تقدر تستافده من تغطية صحية إيوة تبقى معي مزيان باش تفهم كيفاش تدير وتختار الطريقة اللي جاتك سهلة باش تخلص عندك ثلاثة ديال طرق أولاً كين الاقتطاع الأوتوماتيكي ديال الفلوس من الحساب البنكي ديالك تانياً ثم تخلص الاشتراكات عند مكاتب القرب المعتمدة نبدأه بالطريقة اللولة إلا اختارتي تخلص المساهمة ديالك عبر الاقتطاع البنكي المباشر فأول حاجة خاصة تدير من انك تسجل على البوابة مع سنساس بوائمة هي أنك تصرح بالحساب البنكي ديالك على نفس البوابة وتوافق على ترخيص صندوق الوطني الضمان الاجتماعي باش يقوم باقتطاع الاشتراكات وهالطريقة كتميز بكونها ساهلة وتلقائية وآمنة وكتخليك تربح في الوقت وكتفادى احتمال الغرامات الناتجة عن التأخير والإشارة ره ممكن تخلص الاشتراكات ديالك عبر الاقتطاع البنكي المباشر بدون الولوج للبوابة مع سنساس بوائمة وفي هذه الحالة خاصة تحمل المطبوع الخاص بالاقتطاع البنكي من موقع www.sansas.ma أو تاخده من إحدى وكالات سنساس ومن بعد تعمره في البنكة ديالك وتقدمه الوكالات سنساس هذه الطريقة اللولة أما الطريقة الثانية فتقدر تخلص عن بعد عبر الانترنت من خلال الموقع www.sansas.ma بالضغط على الأداء الإلكتروني كيف ما هو مبين في الشاشة من بعد كتضغط على أي عامل غير أجير ثم كتدخل رقم الإنخراط ديالك في سنساس والرمز اللي كيبان في الشاشة ثم كتضغط على في الشاشة الأخيرة كتعطيك المبلغ اللي خاصك تخلص والرقم المرجعي الخاص به كتضغط على المبلغ اللي بغي تتخلص وكيطلع لك هذا المجموع في الأسفل وكتحدد وسيلة الأداء كارت لوكال مثلا ثم كتضغط على وكتوافق على الأداء بالضغط على إتمام الأداء أما إذا كنت بغي تخلص من تطبيق ديال البنكة ديالك اللي عندك في التليفون وهنا غدي يطلبوا منك تدخل رقم مرجعي أي لغيفرانس واللي كتقدم الموقع كيف ما بيننا في المراحل السابقة ونزيدك را تقدر تخلص حتى في مكاتب القرب المعتمدة بحل سهيلات بريد كاش كاش بلوس شعبي كاش وضمان كاش من بعد ما يطلب منك تعطيه رقم السنساس ديالك وهكذا تقدر تخلص المساهمة ديالك بكل سهولة وبطريقة اللي كتناسبك كنتمنى تكون هذه المعلومات فاتك ونتلقى قريبا في فيديو جديد وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر